اشتركوا في القناة 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 موتو فيك اه طبعا موتو فيكي لازم ما يلاقيه امر زيك فيني موتو فيه بعدين على فكرة بقى الفيزور واحد بس هو اللي بيحبك هو اللي بيموت فيكي العبدالله جوزك يعني لا لعبة ايه رأيك في الصور دي بقى حلوة مش كده تجيبتي الصور دي منين يا روايدة انا محدش الدهين انا لقى طهالك بنفسي حلوة وليه عملتي كده انت تجنينتي زي تصوريني صور وانا في الوضع ده بكاميرا صغنطوطة قادت كده وليه عملتي كده بصراحة يا سمر مقدرتش امسك نفسي ولقيت شياطين بيوزوني ان انا لازم امسك عليك حاجة واضغط عليك عشان اخد منك مليون جنيه مليون جنيه ايه انا محلتيش اللضة بس وسيلة اختك عندها على قلبها ملايين قد كده وانا مالي ومال وسيلة مالك مالهب ما يخصنيش المهم المليون جنيه كنوا عندي وإلا بقى هنشر صورك الحلوة دي عنك وافضحك انتي صاحبة انتي انتي صاحبة عمري تعملي فيا كده مشانة يا حبيبتي الفلوس هي اللي بتعمل كده وبعدين يعني ما ينفعش يبقى عندي حاجة اقدر اضغط عليك بيها واطلع منك بمصلحة ومعملهاش وإلا بقى عبيبتي ده ده حلوة دي انتي اضغط من كده بكتير الصور والسدي هير انا عندي منهم نسخ كتير لو منافستيش اللي طلبته منك هافضحك فاهمه ولا مش فاهمه الحمدل على السلامة أستاذ نبيل الله يسلامك يا دكتور بصراحة انا باعتبرك انسان محظوظ لان انا لحقناك في الوقت مناسب بس مرحلة الاثورة خلاصة الحمد لله انا متشكل لك او يا دكتور تعبتك معايا؟ ما بيش تعب ولا حاجة احنا بنعمل الواجب اللي علينا ويا ترى التحليل اخبار ايه؟ لحد دلوقتي التحليل مطمئنة بس اكتشفنا كده ورن بسيط كده في بروسطاته وده يستلزم اننا نعمل تحليل للسائل المنوي عشان نطمن اكتر ونعرف سبب التضخم ده ايه؟ لا يا دكتور انا زيته بقى خالص مش عايز اعمل تحليل تاني مش عايز تعمل انت حر؟ انا مقدرش اكبرك على حاجة انت مش عايزها بس احب اقولك حاجة المريض لازم يكون اكتر حرصا على صحته وزي ما فيه طبيب شاطر لازم المريض يبقى اشطر منه واكتر حرصا على سلام صحته خلاص يا دكتور ايه اللي تشوفه؟ ايوه ايوه اهلا اهلا يا سامر اسديك اتفضالي اتفضالي يا سورة انت متعورة؟ ايوه يا ستي كنت بحجز بين ماما وعمتي لحد ما جات لي فضع الطاير وزي ما انت شايفة هون الف سلامة والدكتور قالك ايه؟ لا الحمد الله الجرح السطحي اتفضالي اه صحيح وهم بيتخنقوا ليه؟ هم بيبطلوا اخناق تقول كل شوية مسيكوا في بعض زي الديوك وانا عود احجز ما بينهم لحد ما زيقت وايه السبب؟ يوه الاسباب كتير قوي ما تعديش المهم انهم بيتصلحوا الحمد لله هيا ماما مش هنا؟ عمتي؟ عمتي خرجت راحت مشوار ما تعرفيش راحت فين؟ لا والله يا سامر معرفش هو في حاجة طرورية؟ لا ابدا يا سوح اصلا كنت متضايقة شوية فقلت اجي فاطفة معها بكلمتين متضايقة متضايقة من ايه؟ ما تقوليل انا؟ هقولك ايه ولا ايه يا سوح؟ قوليلي اللي كنتي هتقولي لعمتي هو انا مش اختك وحبيبتك ولا ايه؟ اكتر من اختي كمان والله يا سامر انت كمان اكتر من اختي احكيلي بقى بالتفصيل كل حاجة بصي انا هقولك انا عندي واحدة صاحبتي اسمعها روايدة جرائع ست النظرة هو انت موركيش شغلانا غيرنا ولا ايه؟ ومين الرجالة اللي انت جاية تتحمي بيهم دول؟ انا ما اسمحلكيش تكلميني بالاسروب ده ده المحامي بتاعي واللي مع الطبيب المنتدب من المحكمة عشان يكشفها الستة دي وليه هو كان حد قالك انها عينة ان شاء الله؟ باولك ايه يا ستة انت ما توضيش نفسك في ده يا حساملك وكلام كتير مش عايزين واسيب الدكتور يشوف شغله ويكشف على الستة شكلكو كده مش هتجبوها البرم على عموم زمان سعوني على وصول وهو بقى اللي هيشوف شغله معاكم فضل يا دكتر ازايك يا حجة؟ ازاي باولك ايه يا ماما؟ ها؟ تقداري تعرفيلي الستة دي تبقى مين؟ عرفاش يا خبر سود ومنيل؟ انت نسيتيني يا حماتي ولا ايه؟ انا زوب امرأة ابنك عوني يا كدابة انت عارف؟ انا ما عنديش سوبيان ما عنديش غير بس بنتي اسمها هالة حبيبتي بتأكلني وتشربني وتحميني وتصلح لي شعري كده بما تكون مبلول بس في الاخر ناخد بعضها تراع ويتسيبني الواحد يا يا وليا افتكري كويس ما تجنينيش امي بقى انت تفتكري بنتك اللي ميتها وتنسيني احنا هي هالة ماتي هالة ماتي هالة ماتي يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي فيها بنت يا زوبة ازا غابة دي كلها؟ الحقني يا معلم عوني ست النظرة جايبة دكتور من المحكمة يكشف علمك بالعافية اه قلتلي كده بقى مهي ست النظرة فاكرها وكلها من غير بواب مش عارفة ان انا ممكن احط عليكو كلكو معده انت طبعا يا باشا واربطكو على باب الحارة من فضلك ما تتطورش اهدى شوية ما تعرضش نفسك للمسائلة القانونية انت كده بتتعدى على الموظف اسناء تأديد وظيفته وظيفة يا ابو وظيفة صلى على النبي في قلبك يا عم الحاج لو انت متعرفش عاوني القص كويس تبقى مش مذاكر التاريخ يلا اتكلوا علمه ده المغيب عليكو كلكو معده انت طبعا يا باشا من فضلكو بيلا نمشي يلا اتفضل يا دكتور اتفضل يا هاني يلا في ستين ده يا المركب اللي تودي قلتلك الشاطر هو اللي يضحك في الآخر يا حل سلام يا بنتي على الحرم معتك على فكرة يا سو انا اخدت اجازة بدون مرتب ايه؟ اجازة بدون مرتب؟ ايوه في ايه؟ ايه السبب ان شاء الله؟ عايز اتفرج للمشروب بتاعي انت ناوي علي يا احمد بالزبط؟ يعني ايه ناوي علي ايه؟ يعني ناوي اننا نتجوز ولا مش ناويها من اساسه ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ لو سمحت يا احمد رد علي بمنطقة الصراحة طبعا ناوي اننا نتجوز بصراحة مش بايد لانك لو ناوي بصراحة زي ما بتقول كنت عملت حاجة من الاتنين تكمل في الجامعة وتدي دروس خصوصية عشان نتجوز يا ايما نتجوز بورثة بابا الله يرحمه وانت قولها عايز تعمل ده ولا عملت ده؟ وساقبني كده متعلقة واضح ان ما بقاش في بيننا اي تفاهم وكل ما اجتكلم معاكي لازم تحسسين ان مأثر في حقك ده انا برضو؟ ولا انت اللي شكلك بتتلكك علشان تفسق الخطوبة وخلاص؟ ما تقولها بقى على بلاطة وتريحني بدل اللف ودوران ده؟ ياه، هو انا مدائك قوي كده؟ لا يا ستة وعلي ايه؟ ولا تزع علي نفسك من النهاردة انت بنت خالي وبس ودي دي بليتك اهي عشان ترتاح بقى من اللف والدوران على اذنك في ستين مين؟ فيق؟ ازاك يا فيق؟ انا مش جاي لك انا جاي لاخوك شريف هو فين؟ شريف هو قطو، اتفضل شريف؟ يا شريف؟ هاي يا فوق مين؟ فيق؟ ايوة فيق اللي بيحبك وخايف عليك وعايز مصلحتك والله لو خايف علي وعايز مصلحتي زي ما بتقولي يبقى ما كنتش دخلتيني في اللعبة بتاعكو دي كنت فكرك منينا وعلينا وديك عرفت اني مش منكو ولو فضلت ماشي في السكة دي هبقى عليكو ما تقولي حاجة يا تونة بالعكس، انا مش عايزك تزعل من شريف ده هو بيحبك بس هو كان واخد على خطره منكو شوية علشان خطر، انتو خبيتو عليه وحقه علينا يا ستي وديني جايه صالحه وهو تصالحني خد ايه ده؟ ده شيك بنص مليون جنيه جدته لك من وسيلة بصراحة بقى أنا لقتها وفرصة وضغطت عليها وانت كده بقى تغرج نفسك من الموضوع ده شوفت انا بحبك قد ايه؟ واضح يا فاة انك مش بتحب غير نفسك وعلى فكرة انا تمني اغلى كدير قوي من المبلغ الدفع اللي انت بتعرضه علي ده الله 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 ده انت طماع قوي بقى فعلا، انا طماع يا سيدي بس في الحق سيبك من الكلام الكبير ده قولي عايزكام قلتلك انا مش للبيع يا فاة انت ليه مش عايز تصدق بقى قولي انت غابي للدرجات دي غابي هو اللي حافظ على مبادئه واخلاقه يبقى غابي في نظرك طبعا غابي لان الفرصة عند جيش كل يوم فكر قبل ما تقرر بعدين انت مالك من موضوع زي ده دي مشكلة من بنت ومها المشكلة دي انتو اللي حطتوني فيها مش انا واديني جيت لك عشان اطلب منك تخرج نفسك بعدين يا فاة فكر يا شريف فكر ما تعقلي يا توني ليه كده بس يا شريف انت مش قدي فاة وزعله عايزة ايه يا توني عايزة انا اعمل ايه اسبح كلامه تعمل هو يقولك عليه علشان ما يزعلش منك وبعدين انت عارف وبيحبك قدي ايه فاة مش بيحب غل نفسها توني وبعدين انت تطلب مني ايه ما انت اللي زرعت فيها ان الضمير جواي يبقى صاحي عايزاني دلوقت اموته بايدي انا ما قلتش كده لو سمحت اتوني طلعي نفسك برا المشكلة دي خالص واسيبي لانا بقى الناس دي موسيقى هلو ايه يا وسيلة ايه يا فاي كلمتك مردتش كنت عند شريف وعمل التليفون سايلنت بجت طب وعملت ايه لسه مناشف دماغه طب بعدين يا فاي هنعمل ايه انا هفضل وراه لغاية ما يخرج من الموضوع مالك يا فاي صوتك متضايق لا ولا حاجة بس متضايق شوية جوزك ادهم فين مفيش خرج مع اصحابك العادة اقدر اشوفك شوية انا محتاج اتكلم مع حد اه طبعا تعالي انا عادة مستنيك انا في البيت تعالي مسافة السكة ويكون عندك باي 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 اه 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 ا نستريح لها من زمان من يوم ما قلتلي انها ادتك باضي هدية ده ابو العمل يا بجاه هنعمل ايه مصيبة وطبلت على بماغك لا مش على بماغي انا وبس على بماغك انت كمان ما تنساش ان الجوزي ابو بناتي يعني المصيبة اللي حطرني حطولك انت كمان ما هي ده المصيبة اللي مش لقيلها حل ومش عارف اعمل فيها ايه انت لازم تروح لها يا بجاه لازم تهددها يا تندينا سيديا نبلغ عليها البوليس هروح لها مش اسيبها ده شرفي ولا اللي قالك من شرفي هتباح لها يا بات يا ربنا يا خليك ليا هو ما يحرميش منك ابدا وبعدين معاكي انتي ما عاركيش غير احمد احمد ده ما عاركيش غيره فيه ايه يا صهة عرفتيني في عيشتي معاكي هو اللي خلوه ما خلاش غيره جرأي يا ماما هو انا ما عرفش فطفل معاكي بكلمتين ابدا يا بيت الحيات ده كله عشان واحد ما يستهلكيش اسمع الكلام انا سيبك منه وانا اجوزك احسن منه من اليوم مرة احمد بتاعك ده مش بتاع جواز ده مكلمانجي سعاد كفاية بقى وتلمي ما تنسيش ان اللي بتتكلمي عنه ده يبقى ابني سمع ولا مش سمع ابنك شله يا ابنك ولا يا حبيبتي كمان بنتي مش بايرة ولو ما يحطهاش على راسه مالبسهوش في رجلي مداس ماما ما يزحش كده بس يا بيت مدن ما افتحلك ارنك انا بعرف هتعامل مع الاشكالتي كويس اشكال 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 يا سعاد بينا اشكال خلاص راحي منك لله بس عايز اقولك حاجة اللي بيته من ازاز ما يجرحش في ولاد الناس قولي لبنتك ما تشجعش ابني على الغلط ولا ايه يا سعاد لا يا عمدتي والله العظيم انا مريش ذنب في اي حاجة انت يا بيت جرالي حكاة يا بيتش مش هكي بيها المرة النهاردة ولا ايه هتعمل ايه يا سعاد تاني هعمل بقى اللي عمركو اساسا ما شفتهوش عبلي كده اوف اوفرك اعلم افخلك الكبير طيب طيب ايه وعدلك انتو هتعودوا تدخانوا وانا هتعود احوش فيكو زي كل مرة اعملوا اللي انتو عايزين دي بيتش عايشة بقى يا بيت يا بيت يا بيت تعال يا ستها الموريني من السادت دي انت السادت يا لاب الموزة ده وابت صوتك انت صوتك ما يعلش انا بدل ما صوت وعملكم صيبة لا دي انت باكحة قوي انت شتاقنا ممكن تكوني ساحبة عمري ابدا انا حاببتي بدل ما تتشطاري واتجبيني جوزك واتجب عشان تهددوني روح يكلم اختك المليونير اتيجي تنقذك بدل ما تجبيني جوزك الهافة هفة لا دي انا قريك الهافة ده هفة ده انا عامل بالحق انا مظلومة يا مجاه بص يا صمة انا زهيت برنك انت اوعيتك من كتب الايحكم انا زهيت خلاص يا دي هتتخلى عن مرادتكم معيه لك من اللحظة الانت اولا مراده ولا حت على زن ماده مجاهد! يا مجاهد! تي كده أحلوت قوي سأل غير؟ سأل نور مالك يا فاي اخنوق مودي وحش قوي من ايه حاجات كتير مش عارف انا فجأة الدنيا مقفلة معايا كده لئي بقى فاي غالب الدنيا تقفل معا احكي لي حاجة حاجة كده ونحلهم بالترتيب مش انت اللي علمتني كده اولا الوادل ما يسويش تلاتة جنيدة مين ده شريف اه روحت له عشان اعرض عليه فلوس اكتر زي ما اتفقنا والبيه برضو عاملي فيها اني ضميره صاحي ما وفقش ما وفقش ماشي ايه تاني ده غير حاجات كتير في حياتي الشخصية مش عايز ادوشك بيها اخصى عليك يا فاي يعني انا لما بحكي لك مشاكل في حياتي الشخصية ببقى بدوشك اول لو سمحت والله ما انا عارف اقولك ايه ولا ايه وسيلة انا اول ما اتجوزت امراتي دي كنت فاكر انها جوازة مثالية بنتي ناس وامورة وبيتحبني وانا كمان كنت بحبها من كرش بس للاسف بعد الجواز اتصدمت في حاجات ما كنتش حاسب حسابها ابدا حاجات ايه بقى يعني مثلا حمادي بتتحكم في دماغ امراتي وبدوها علي وللأسف امراتي مشي وراها دايما ولا هاي الشخصية مستقلة عارف انا بحب فيك ايه انك قوية وبتحفلي عشان تقافي على رجليكي هي بقى العكس تماما وانا بحب امراتي يبقى لها كيانها شخصيتها رأيها بس ايه امها حشرة نفسها في كل حاجة وكااني متجوزها ايه امها الله الله فايق باشا بنفسه موجود عندنا ايه ده ايه المصيبة او المشكلة اللي خلت حضرتك تيجي عندنا في وقت متأخر زي ده وبتوادب مع مادام وسيلة هي مصيبة فعل مصيبة تعالي شوف احنا في ايه سيشريف بايه ركب دماغه ومش رادي اخد فلوس ويرجع في كلامه مع سامي اشيخة وبعدين اولا حاج قدينا عادين بنفكر واو هنعمل ايه وفاكر موضوع صمر اه صحيح ده انا محكيت لكش طيب بص دلوقتي انا كنت عملت اتفاق كده مع روايدة صاحبة صمر يعني ضغطية في السريع كده على صمر عشان تهدى كده وتفوق وتصحصح وتجيلي لحد عندي روايدة بقى اتصلت النهاردة وقالتلي ان انا فزت الاتفاق فطبعا عايزة بقيت فلوسها فعشان كده كمان انا جايبة فاي بصوا بقى يا فاي انا هكتبلك الشيك دلوقتي اهو علشان تصرفه بكرة وتدي البنت فلوسها شيكات وصمر وروايدة اه انت نسيتي نسيتي يعني انك تحكيلي عن موضوع ده حاجة قبل كده اه فيه يا ده تليني تلعيت في اي حاجة وخلاص اه وبعدين هياصلاها ارسط ويتنس غيرها كده coś اه 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 ارسط ويتنس طب حبيبي اقوليلي بقى ايه موضوع روايدة ده علشاني يكون معاكم في الصورة وبرضه اممممممممممممممممممممم مش ولا حاجة هيا روايدة صورتها وهيا بتغير هدومها في قط اللبس بتاعت المحل وعمتلاك السديهاية وهددتها بفلوس والتانية طبعاً هتجري في كل حتة مش طرف تجيب فلوس منين وهتبقى عايزة تدري الفضيحة فهتجي جريل غاية عند بس وانا بقى الملهم موضوع على فكرة انا عارفة الموضوع عمرو هيكبر اصل الرويدة دي في ايدي يعني انا برضو هفضع اختي هابلا والله قلبك الطيب دال لها ضياعك يا وسيلة يعني تصور اختيك وهي عريانة عشان تفضحيها وفي الاخر عشان تجي تركعني والله فكرة حلو في ايه قدر من قلتلك ان عارفة الموضوع عمرو هيخرج من ايدي وبعدين انا فايق من ساعة ما قللي الفكرة دي وانا حسبتها كويس قوي ولاقيت ان فعلاً مفيش منها خوف وبعدين على فكرة هي دي الطريقة الوحيدة اللي تجيب ست صمر اللي مناخرها في السماء طول عمراء لغاية هنا انت شايف في طريقة تانية تجيب صمر فايق اها فايق ما هي طالما مصيبة متسنجفة الماس كده يبقى فايق انتهينا يا ادهم خلصنا قلنا هندي البنت فلوسها الصبح ويبقى خلص الموضوع المهم انت بس تخلي بالك منبوءك عشان تي ما فيهاش هزار ولا جنس مخلوق يا ادهم بقولك ايه يا روح بقولك ايه فكر معايا في موضوع شريف ده ولو جات لك اي فكرة بقولي عليها احنا كلنا في مركب واحدة في الموضوع ده حاضر يا صاحب حاضر يلا يلا يا فايق خد الشيك عشان تصرفه بكرة وتديه للمنت هايزين نخلص من الموضوع ده بقى ماشي بكرة هخلصلك الموضوع ده ياريت يا فايق نفسي نفرح بقى شوية حاجة واحدة تمشي صح صحاش مثلا الصبح كده هلاقي سمار جاية للغاية عندي تتحايل علي وانا حللها الموضوع هتجيلك هتتوسلك كل اللي انت عايزها هيحصل ما تقلقيش طب اسيبكو انا بقى لوحدكو انا ليه؟ ليه جاي على نفسك ليه؟ مبات مع انا احسن لا معلش عشان تاخدوا راحتكو مرسي قوي يا فايق على كل حاجة وما تضايقش نفسك كبر دماغك ان شاء الله وعلى فكرة انا جاي بكرا المصنع خلاص نص يوم وربع يوم ده انتهينا منه كفية دلع بقى يا سلام ده انت من ورا المصنع من دلوقتي من وراك كده المصنع هيولع من الكهرباء الزيادة دي تسبوع على خير وانت من اهله وانت من اهله؟ رياء انا بقى اليوم ام يا بنامش حرياء ليه يا بوب؟ ما بنتمش ليه؟ البعد و الفرق بيهدليني وبيهدلينه على اخر عارفة اما ما بكون لوحدة وانت مش معايحة بحس ان انا ياتيم انا مش قادر احنا لازم نلاقي حل 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 ايه بس انا مش فهمة حياتي من غريك من هشتعل احنا لازم نتجوز ايه؟ نتجوز؟ ازاي؟ ازاي ايا عصفرتين بدهارة على قفص ازاي ايا حمامتين بدهارة على عيش على صنة الله الرسول نروح للمأزوم انت يا خوي عايز الناس تقول علي اتجوزت واحد اصغر منها بتلات سنين بتلات سنين بس ايه؟ انا مهمنيش كلام الناس انا هامة حاجة عندي ساعدتنا واعدين انا عمري بحسبي فرق السن اللي بيني وبينك عارف انا اول مرة شفتك قلت كبيرك اتنين وعشرين سنة وبتقولي كده عشان كلام الناس ريوعه انت واردة لسه فتحتش كيف هي بقى ما تكسفنيش؟ لا ده انا هقولك على اكتر من كده انا طول عمري بحس ان انا اكبر منك طب يا اخوي حكاية السن دي وحلناها هتعملي بقى في امراتك انا بقيتش احس الكلمة دي غير انا معاك انت مراتة يا ريوع انت مراتة يا ربيع قلبي واللي فاتت دي غلطة وانا اتمان عليها وبقولك واسمعيها قلبي ده بقى ملكي ايدك اللي فاتت دي كاب منك كده عليها حياتي وبهدلاني وعمري ما حسيت بالسعادة غير وانت معي انت نص التانى اللي كنت بدور عليه واخيراً لقيته كنت بتجيبي الكلام الحلو ده بس منين يا بابو منكتلة الاحساس اللي قداني شايدك يا ربي كل الجمال والاحساس ده لها لوحدي لما انت كريم يا رب ربنا خليك اللي يا ريوع وما يحلمنيش منك ابداً بس انا عندي ابني ربيع ابني جوجو ولا اهمك حياتي كميلي هو دلوقتي عايش مع امامه في اليام بس انا خايفة الحسن ما يوافقش ما وفقش ازاي؟ يوقف في طريق ساعدتنا يوقف في طريق عصفرطين بيحبوا بعض ده بيبقى اشربية ده يبقى امشير انا قصدي يعني انا خايفة الحسن يفكر انك طمعان فيي انا فعلا طمعان فيك بس في جمالك وحلوتك وشبابك انا مش قصدي كده انا خايفة الحسن يفكر انك طمعان فيي وفي فلوسي حدى اللي انا بيني من فلوسك فلوسوا الدنيا كلها مصويش نظرة من عينيك الدبالي ولا حركة من رموشك اللي بضعف قدام سحرهم وجمالي وعشان اثبتلك يا ستي اللي انا بحبك من كل قلبي انا هكتبلك اي مبنية الف جنيه اظن ابنك ربيع اما يعرف حاجة زي كده هيتأكد من حبي ليك ويعرف ان انت نص التاني اللي انا طول عمري بدور عليه بس انا خايفة برضه خايفة الحسن ما يوافقش لا بقى بقولك ايه احنا نحطه قدام الامر واقع احنا نتجاوز على صنة اللي هو رسوله ونزنوه في خانة اليك وهو اما ييجي هيتأكد من حبي ليك على طول وهيسكت هيعمل ايه يعني يعني انت شايف كده يا جوجو انا شايف ان انا مش قادر اعيش ولا لاحظة من ايه انا حالت صعبة اه يا ريعة بصها ريعة الاصل ياه طام رحينا مش اعز منك بصها ريعة بصها ريعة بص الاصل غد فين يا ريعة نار نار ما كهرواني من جوا والمناسبة الحلوة دي وليه تشرب ايه شيشة حمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا اخت سمر الحمد لله يا حج متاب اه ممكن توسعينا شوية كده علشان نخش نتفرج تتفرجوا ومين دول اللي معاك دول زباين جايين يشوفوا الشقة عشان هيشتروها ان شاء الله هيشتروها ازاي وحضرتك مأجرها لنا الله هو انت متعرفيش ولا ايه لا ما عرفش اه الاستاذ مجاهة جوز حضرتك عد علي من كام يوم وقال لي ان شاء الله من اول الشهر هيبطل يطفع الايجار وطلب مني مهلة كام يوم لغاية ما تشيلوا اعزالكم من الشقة مجاهدة عمل كده الله هو مقلكيش لا والله ما قليش على العموم بيستفسار منه براحتك واسأليه بس دلوقتي ممكن توسعينا عشان الجماعة يخشوا يتفرجوا على الشقة اتفضلوا 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 البيت هيبقى بدكم ان شاء الله اتفضلوا بقى كده يا مجاهة بتتخلى عندي وكمان عايز ترميني انا وبناتك في الشارع حزبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد مساء الخير وهلاكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختي حضرتك متعرفش الاقي فين استاذ مجاهد صبر مجاهد لو استاذ مجاهد اتجاوز اعبال امالتك في اجازة ويقض شهر العصر جاوز هاي خدمة اضرقون بها مكانه لا ابدا اصل انا قربته وجايله من مكان بهيد قوي كنت عايزها هو شخصيا متعرفش حضرتك ممكن الاقيه فين من حزن حظك ان هو حاجز الشالي بتاعه تبع البنك هنا ممكن تسأله عليه في شوين اللي عاملين يا نهرك اسود يا مجاهد الكلب ريعة 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 يا روح قلبي يا حياتي يا قمرتي بقول انا بحب الجمال ده كله انتي يا عويت صباح الخير يا حبيبي صباح الفل يا قمرت قلبي يا قمرت قلبي من جوه ماذا انا بحب أمر كده في حظي كده سواها الخير يا حبيبي يا قواني ايه ده ده مين اللي جاي قلقنا في الصباحية بتاعتي يا ربي شوف مين نبقوا خليك زي منت يوعد انت قومي بنفس الوضع ده كده يوعد إبغياري جايلك على طول ريعة 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 يا عروب من يا جوجو؟ التقليل اللي جابك دلوقتي؟ ما قطرينش حسي demands يا جوجو أغل المذالة يا حابيرتي ما تقول لها يا جوجو بيزعلك يا أهو جوجو دي عمر بتدلة عريصها ومطباحيك داما هطأين عاشتك وعاشتها واخليها طباحية ذبطة عليك بابك مين المجنونة دي اللي جايبة بواس عليbie منصباحيهاش المدونة صباحياتم لا 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 اللا اثمر عينفعش جدا فعل ينفعش كده وما هو ديع وحيد الله يا جماعة وحد الله والله ثلاثة اوعي انا ضياحتي نفسي يا إبوحي أه! أه! إبوحيًا بوشي! لا تعيشي نفسك يا سمر أنا ضيّحت نفسي لما تجوّزت واحد زيّك يا زبالة يفاشل زبالة؟ طيب روحي بقى انت يا طالق بتطلقني أنا عشان واحدة زي دي؟ لأ انت عرفة كويس انو بطلقك لي يا سمر وما تخلينيش اتكلم أكتر من كده ان الله حليم نستار كده يا مجاد؟ كده ابو كده كمان وبصراحة بقى أنا راجل ما حلتشجر صمعته شرفي وعيلتك دي بعد حاجة عرّ والستة اللي انتي مديت ايدك عليها دي دي ست محترمة وضفرها برابط عليكو كلها تسلملي يا جوبو يا حبيبي ما تحرمش منك أبداً يا روحي أنا عارفة يا أخويا البلوي اللي بتتحدف عليّ دي بالسلامة يا حبابتي بصراحة يا أستاذ نبيل عندي ليك خبر مزرق شوية خير بطور نتيجة تحليل السائل المنوي اللي عملناه عشان نعرف إيه سبب تدخم البرسطة اتضح إنه مفوش حيوانات منوية خالص وده معناه إنك عقيم وغير قادر على الإنجاب إيه؟ انت بدول إيه؟ انت عايس أجننني؟ أجننك إيه لا سامح الله هو أنا جاي بالكلام ده من عندي التقرير اللي في إيدي بيقول كده وبيأكد صحة كلامي أكيد التقرير ده مش بتاعي أكيد ده بتحادة هاني وأنا متأكد إن التقرير ده بتاعت زي ما أنا متأكد إن نتيجته مية في المية أنا معملي معمل محترم وليه اسمه وسمعته وريني التقرير ده دي مصيبة سعودة حالة حالة ماك إيه ده بس يا أزاس نبيل أنا هفهمك على كل حالة تفهمني إيه؟ ما هي باينة زي الشمس أزاس زبيل أرجوك انتظر أنا هوضح لك كل حالة إنت؟ أيو أنا عايز إنت سامية محترمة تاني عايز تهين تاني ما عادتش تفرق خير هو أنت لسه شفتي حاجة هو أنا حشوفه أكتر من اللي شفته إيه؟ مين يا سامية؟ مين؟ إيه ده؟ نبيل؟ أهلاً يا أنك الخطوة عزيزة تفضل ليه يا سامية؟ ليه؟ هو إيه ليه؟ ليه تعملي فيه كده بعد كل أنا عملته لك؟ عملته لي؟ إيه أنت اللي عملت في نفسك كده؟ لما سمحت لنفسك تشك فيي بعد ثمانية وعشرين سنة؟ هو أنت حبيتيني فعلا؟ ولا كنت بتتحكي عليا طول السنين دي كلها؟ يا وما كنتش حبيتك ما كنتش تجوزتك أصلاً وخلفت منك العيال دي كلها أنا ما بخلفش إيه؟ إيه إيه يا نحر السوي الكلام اللي انت بتقوله دي نبيل إيه دي الحقيقة ما بخلفش تحليل بتاع السائل المنوي بتاعي بيقول كده بيقول إن عقيم يعني ما بخلفش يا لهو يا أنكر وده معناه إيه ده بقى؟ معناه إن كنت عبيت أهبت مش بس بخصوص وسيلة لأ انت استعبطيني فأولادي كلهم أخرف أخرف لا مش هأخرف أخرف 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 أخرف